بسم الله ما شاء الله عندنا حكاية لطيفة قوي عندنا عشرين مليون طالب رايحين المدارس أو يعني ابتدوا منهم شوية وفي شوية لسه بيروحوا ورويداً رويداً العشرين مليون دول حيبقوا موجودين في المدارس في عدد كبير مدارس بيتم أو يعني تم تقدير إنه بيصرفوا أدوات مدرسية أربعين مليار جنيه أربعين مليار جنيه أدوات مدرسية على عشرين مليون طالب يعني متوسط وقالوا إنه متوسط شراء الطالب الواحد زي ألفين جنيه في السنة أساتيك إلام رصاص برايات مساطر الفرشة اللي قدامكو دي يعني كل أولياء الأمور في مصر للأسف مضطرين مش يجيبوا جزء منها مضطرين يجيبوها كلها واكتر كلها واكتر ودي أسعار مختلفة يعني ممكن أسعار متفاوتة فيه ناس بتجيب أقل وفيه ناس بتجيب أكتر ولكن دخلة المدارس بتقطم الضهر ولذلك قامت وزارة الداخلية مشكورة وحتقوم أيضا وزارة التموين مشكورة بعمل حكاية بسيطة جدا إنه يبقى فيه معارض فيه الحاجات مخفضة علشان أولياء الأمور متبهدلة فعلا في أدوات المدارس وفيه الدروس الخصية معنا النهاردة الأستاذ حسام رفعت رئيس شركة برناسوس للصناعات والتجارة والمكتبات وأحد المشاركين في مبادرة كلنا واحد ألم بيك فاني ومعنا أيضا أستاذ طاهر الأزهري صاحب مؤسسة الأزهري للأدوات الكتابية والمدرسية وأحد المشاركين في مبادرة كلنا واحد ألم بيك فاني أستاذ حسام اشرح لنا المعرض واشرح لنا دور وزارة الداخلية واشرح لنا دوركو وشرحنا التخفضات عاملة ازاي والمعارض مستمر الامتة والناس ممكن تستفيد منه ازاي هو الموضوع ان الداخلية طبعا حسد بيتخول المدارس والحقيقة الحقيقة اللي قلت عليها فقامت بمبادرة هي لها مسمى كلنا واحد ويا فعلا كلنا واحد تحت راية سيد الرئيس الجمهورية جم بصراحة عرضوا علينا لنا يا جماعة احنا هنوفر لكم اماكن مميزة مش هيبع عليكم اي هدك هنوفركوا كل سبل انك تبيعوا عرضوا علي اصحاب المكتبات ابتدوا بينا كفجال احنا عندنا فروع في الفجالة احنا تقريبا المشاركين في المبادرة دي خمس شركات وبتريني نحط البيوت وبتريني نخشونا في الاسعار بتريني نحدد اماكن يختاروا افضل مكان اللي هو في الدرامسيس نفسه في قلب الفجالة مدخل الفجالة مكان استراتيجي البشر بتبقى ناس ده من محطة مصر كتير بقى وزحمة موت يعني نبتدى ريكول كده من 2003 يوميا 2003 تلاف واحد بيخشوا لك لو فيها صور هتشوف حاجة بالطوابير الحمد لله الناس حسيت الناس حسيت وإحنا كنا أصلا كتجار حسين بالموضوع ده وبتدنا نشتغل باللسة القديمة بتاعتها يعني لما هو مع الداخلية بعلز نشتغل باللسة القديمة وإيه اللي حابق فيه مشكلة محمد بيه في اسم الهرم مش حسيبك يعني وقعدوا معنا حقيقة حتى في الحياة الاستراد ابتدنا نشوف الكوست والكلام ده احنا السعر اللي حطينا عليه مجرد سعر العمالة احنا يعني احتفاغنا معهم من الأول من البداية كده إنه مفيش أي بروفت وشغالين بالأسعار القديمة والمصنع المصري يعني طبعا كان فيه أولوية للعرض المنتجات الصناعة الوطنية موظم الناس اللي مشاركين معنا حضرتك مدينا اللسة القديمة اللي شغالين بيه اللي عسعار القديمة اللي هو التخفيض كم في المية احنا بنتكلم من سعر المحطوط بنتكلم بتلاتين واربعين ويوصل لخمسة واربعين وخمسين في بعض الحاجات خمسين في المية نفس طاهر كلنا واحد المبادرة قل لي المعارض فين وبتشتغل وقتها دي عشان الناس برضو تعرف المعارض في عبدين ونادي شركة عبدين ومسرح الفردوس عند مرور الدراسة ومدره مصيس بس هي المبادرة لقية استحسان جامد للمواطن طبيعي او يعني خصومات رهيبة احنا عندنا في مدره مصيس بسلا وفي نادي عبدين الناس بتنزل من ساعة تسعة صبح تمشي ساعة خمسة وستة بالليل عبر ما بتخش وتاخد دورها وكل تلميذ مطلوب منه كشاكيل وكراريس وإقلام ومساطر وعلوانه والتكلفة اللي بره بيديبها المواطن بألف دنيا بيدي اخدها من عندنا بربعمية و بكمسمائة دي يعني اللي بيدفع فيه ألف بره عندكم بيجيبوا بربعمية بربعمية و بكمسمائة دي